بدأت اليوم إذاعة نيلسون مندلا ببلدية الدائرة الأولى ببث برامجها رسمياً على الموجة FM 101.5 ذلك بغرض تويعط وتثقيف سكان الدائرة الأولى لسيما العاصمة جمينة المناسبة رأسى عمدة الدائرة إبراهيم محمد صيام بحضور ممثل المجلس العالي للإعلام وبعض الشخصيات بجانب سكان الدائرة الأولى شراء خبط الله رحمة إن إذاعة مندلا سود فرشا التي تبث بموجة 101.5 هي الأولى من نوعها على مستوى بلديات العاصمة جمينة وحيث يصل مسافة ترددها 8 ميجا هيرس ويبدأ بس برامجها في فترة 8 ساعات في اليوم باللغتين العربية والفرنسية بالإضافة إلى لغات محلية وفي الكلمة الافتتاحية للحفل عمدة الدائرة الأولى إبراهيم محمد صيام رحب بالحضور وقال بأن إذاعة مندلا سود فرشا مهمة وله دور فعال في قدمة المواطنين وكذلك تساهم في تنمية المجتمع مؤكدا بأنها وسيلة تقرب المواطنين من بعضهم البعض لأجل حل قضايا اجتماعية مقدما شكره إلى الشركاء على الدعم المتواصل في إنجاه هذا العمل معبرا إلى أن الإزاعة تمدهم بالأخبار والمعلومات وإبراز الدور التي تقوم به البلدية لصالح المواطنين المستشار بالمجلس الأعلى للإعلام اللزم الحاجز حاق ممثلا لرئيس المجلس أشار بهذه البادرة الطيبة الذي قام بها عمدة الدائرة الأولى وأكد بأن إذاعة سود فرشا تعمل على أتوية المواطنين وكذلك تدعو إلى التعايش السلمي ونبز العنف فالاستعمال هذه المحطة يكون دائما تبقا للغوانين الذي سائر في هذه البلد لازم هذه المحطة تسعي في الأخوة وفي التنمية في هذه البلد إن افتتاح الإزاعات المحلية خصوصا الـ FM تعطي دفع قوية لتعبر عن حورية الرأي وإرساق واعد الدموقراتية بالبلاد اشتركوا في القناة